اخبار اليوم نقول للخليق والنبي صلب وقف بباب أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة حبيب رسول الله سلام قال الفتنة هاهنا وأشار إلى نفد وأشار إلى المشرق نفد وما وراء نفد هذا كلام الرسول ليس كلامي أنا هذا كلام الرسول يعني الصحيحين المخاري ومسلم وقف النبي في عدة أحاديث مر بباب السيدة حفص علي رضوان الله ومر بباب حجرة السيدة عيش علي رضوان الله ومر في المسجد فكان اتجه إلى المشرق ويقول الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا وأشار إلى نفد وفرح بهذا صلى الله عليه وسلم قال منها الفتن والزلازل والمحل إذن قضع للإنراب تطرف نريد قرارا لوزراء الأوقاف والشؤون الدينية امنعوا التصدير المذهب يرحمكم الله لا نريد فكرة من إيران ولا نريد فكرة من الخليل لكن إيه الفائدة؟ أننا نأخذ مؤتمرات وفتر وتوصيات؟ ألا تكفينا عندنا بؤر في محظة التفاهلية تمد تواعج بتعصيل فتحي لإراقة الدماء والسابية والسرخاء الكتب عندي وتقولك مني أن أحاولت له أنا مش مخبر في أمن الدول ولا أمن الوضع وتروح أنت هنتجبه لكن الكتب عندي ومضوعة في الحفظ التقالية ده الفكر ده ولا حش ده القضاء الحقيقي هل لما ربع دي أقولك لا ولا أي جئة أردب عليه لو ستطولة مني وبمجهود فردي لفت على سفرات الدول الإسلامية أنا لا أطلب أموالا يا جماعة نعمل مؤسسة يا دليل الخطاب الديني سيبكم المسافة الحكومية لم يسأل أي سفير لم يسأل بعت الجهات الدولة بسمية أسس منتدى رسمي في الدولة لمواجهة الإرهاد لمواجهة التطرف والإرهاد بعمل ولا حياة الممكنات